وهناك جبهة أخرى لابد أن نؤكد عليها مرة أخرى وهي جبهة المجتمع المدني وتنظيم المظاهرات في الميدين هذه جبهة دائمة للمقاتل لابد أن تقوم بواجبها ولابد للقادة الذين يقودون هذه المظاهرات في الميدين لابد أن يتوافقوا لابد أن يتحدوا أما أن يبقى كل إنسان يعني يريد كلما هو الذي ينفذ فهذا يعني خذلان وهذا فشل وهذا لا يليق بالإنسان المسلم وهذا فيه يعني نوع من الأخذ بحظ النفس لابد أن نتنازل يتنازل بعضهم ويدوروا قيادة واحدة وغرفة واحدة ويسيطروا على الميدان لا نريد أن نسمع في الميدان كلام فارغ كلام فارغ يفتت الجماع ويفرقهم ويضعف قوة المظاهرات أعطيكم مثالا لو افترضنا أن الذين يشتركوا في المظاهرات هم من فئات متعددة من خمس فئات مثلا نخب جماعة أبيل لأحزاب لهذا الحزب جماعة أبيل للتيار الفلان وجماعة أبيل للرئاسي لو كل فئة يخرج من الخمسين فإذا خرج واحد من هؤلاء وأخذ المكروفون وصار يشتم في هذا التوجه ويصفه يعني لا يتكلم كلام بناء ولا في نقد وإنما يصف بكلام فارغ وكلام سفهاء وكذا هذا ما معنى معنى أنك في الجمعة القادمة تفقد الخمسين لهم من هذا التوجه ثم عددك تفقد خمسين آخرين وهكذا أقول عليهم أن يصيطوا على الميدان ولا يسمحوا للسفهاء أن يأخذوا المكروفون ويتكلموا بكلام فارغ يسبوا فيه الناس سبا والناس الميدان ليسوا موضع للسب والشتم عليهم أن تكون هناك جهة تصدر بيان وتنقض الوضع وتطلب المطالب الحقيقية لفيها تحقيق لما يطلبه الشرع ويطلبه الدين وما فيه النصح للمسلمين والنصح للأمة أما توجه الكلام الشخصي نأخر نتكلم عن الحزب الفلاني وفلان صفت نعت ولن أسمعها أشخاصها فهذا معنى هو تفتيت لجبهة التظاهرات وهو تفتيت لجبهة من جبهات الجهاد وأكرر وأقول للناس لابد القائمين على الميدان أن يتوافقوا إذا اختلفوا فمعنى الفشل وإذا فشلوا فلن يجرح منهم أحد والخلاف إذا استمروا فيه لا أستطيع أن يفسره إلا أنه من حضوض النفس لا من حضوض الحضوض التي هي لله سبحانه وتعالى لابد أن يتغلبوا هذه المسألة الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا إذا تنازعوا هم أيضا يفشلون كما تفشل جبهات إذا تنازعت